بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس أين المصلى؟ أين اسم استبحام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا؟ أو تقول أين اسم استبحام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه؟ وهو متعلق بخبر مقدم محزوف تقديره موجودة أو كائنة المصلى مبتضاء مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من زهورها التعذر هات المسواك هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت المسواك مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ودخل الردهة ودخل فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت الردهة زرف مكان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه سليم يحفظ الدرس سليم مبتضى مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره يحفظ فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو عائد على المبتضاء الدرس مفعول به منصوب يحفظ الدرس يحفظ فعل أمر وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت الدرس مفعول به هذا باب حرف يدل على التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب ذا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل رفع مبتضع باب خبر المبتضاء مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره من يحفظ الدرس كريم من اسم استبحام مبني على السكون في محل رفع مبتضاء يحفظ فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو عائد على المبتضاء الدرس مفعول به منصوب كريم مبتضاء وخبره محزوف التقدير من يحفظ الدرس كريم يحفظه الولد ينام على السريل الولد مبتضاء مرفوع ينام فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو عائد على المبتضاء على حرف الجد يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب السريل اسم مجرور والجار والمجرور وشمه الجملة متعلق بالفعل ينام محمود يأكل الخبز محمود مبتضاء يأكل فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو عائد على المبتضاء الخبز مفعول به كل اللحمة كل فعل أمر وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت اللحمة مفعول به منصوب أين المسواك هناك على مكتب المعلم أين اسم استحام خبر مقدم المسواك مبتضاء مؤخر هنا اسم إشارة يشار به للمكان قريب مبني على السكون زرف مكان وهو متعلق بمحسوف خبر تقديره موجود أو كائن والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على مكتب جار ومجرور لشبه جملة متعلق بمحسوف خبر تقديره كائن أو موجود مكتب مضاف مجرور بحرف الجر المعلم مضاف إليه مجرور بالإضافة احفظ الدرس احفظ فعل أمر ممني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت الدرس مفعول به منصوب تعالى هنا تعالى فعل أمر بمعنى هلم اقترب وهو مبني على حصف حرف العلة من آخره وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت هنا اسم إشارة للمكان القريب زرف مكان متعلق بالفعل تعالى محمد يأكل اللحمة محمد مقتضى يأكل فعل مضاري خبر وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو أعيد على المبتضى اللحمة مفعول به منصوب هات المبراة هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستطر تقديره أنت المبراة مفعول به منصوب أين الكراسة هناك على مقعد التلميذ أين اسم استبحام خبر مقدم الكراسة مبتضى مؤخر هنا اسم إشارة للمكان القريب وهو متعلق بمحزوف خبر تقديره كائنة أو موجودة والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على مقعد جار مجرور وشبه الجملة متعلق بمحزوف خبر في محل رفع مقعد مضاف مجرور بحرف الجر التلميذ مضاف إليه مجرور بالإضافة التقدير أين الكراسة الكراسة كائنة هناك على مقعد التلميذ الكتاب في الخزانة الكتاب مبتضى مرفوع فيه حرف الجر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخزانة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بمحزوف خبر في محل رفع التقدير الكتاب كائن في الخزانة سليم يشرب الشاية سليم مبتضى مرفوع يشرب فعل مضار خبر وفاعله ضمير مستطر تقديره هو وهو عائد على المبتضى الشاية مفعول به منصوب من في البيت من اسم استبحام مبني على السكون في محل رفع مبتضى في البيت جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحزوف خبر في محل رفع التقدير من كائن في البيت من في الدار من اسم استبحام مبني على السكون في محل رفع مبتضى في الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحزوف خبر في محل رفع التقدير من كائن في الدار اشرب القهوة بالسكر اشرب فعل أمر وفاعله ضامير مستدير تقديره أنت القهوة مفعول به منصوب بحرف الجبل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب السكر اسم مجرور والجار والمجرور وشفه الجملة متعلق بالفعل إشرب والله أعلم بالصواب